اشتركوا في القناة تمني الأول أحسب ما يلي دون وضع العملية عموديا 120.12 في 10 قلنا عندما نضرب عدد عشاري في 10 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 1 معناها تساوي 1201.2 معناها تولي الفاصلة هنا 1201.2 طيب 8.514 في 100 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 2 معناها فاصلة 1 معناها جهنا تولي 851.4 70.30615 في 1000 أزيح الفاصلة جهة اليمين ب3 أرقام 1-2-3 معناها فاصلة تولي هنا تولي فاصل 5 طيب 14.56 في 100 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 2 1-2 معناها تولي 1456.2 هنا في 1000 أزيح الفاصلة جهة اليمين ب3 أرقام 1-2-3 معناها تروح الفاصلة تولي 3315 512 نضرب في 100 أزيح فاصلة جهة اليمين برقم 2 1-2 معناها تولي 745.01 80 ثاني أكمل بكتاب العدد المناسب مكان النقط 71.5 تقسيم ماذا باش تولي 7.15 في القسم أزيح الفاصلة جهة اليسار طيب معناها هنا برقم 1 معناها تقسيم 10 هنا هي تقسيم 10 طيب تقسيم 1000 ولد لي 1.652 نحن نعرف كين قسمه معناها أزيح فاصلة جهة اليسار 3 أرقام 1-2 معناها كانت 1652.2 1600 1652.2 في 1000 طيب 9215.7 تقسيم ماذا باش تولي 9 فاصل 3 أرقامه 1-2-3 معناها تقسيم 1000 معناها تقسيم 1000 تقسيم 1212.345 أزيح الفاصلة جهة اليسار برقمين معناها 1-2-3 معناها كانت 1234 تقسيم فاصل 5 تقسيم 100 1224.5 طيب 80.12 تقسيم 100 أزيح الفاصلة جهة اليسار برقمين 1-2 ونحط الفاصلة معناها تقولي لي صيفر فاصل 8012 صيفر فاصل 8012 طيب تقسيم 100 أزيح فاصلة جهة اليسار برقمين 1-2 معناها تقولي 5.812 5.812 اشترى تاجر 100 لتر من الزيت بـ 6 605.25 دينار جزائري للتر الواحد أحسب 8 شراء كل الزيت معناها هذا في 100 ولما نضرب في 100 أزيح الفاصلة جهة اليسار برقمين 1-2 معناها 8 شراء كل الزيت هو 60525 دينار جزائري تروح فاصلة ما هو ثمن بيع اللتر الواحد للزيت ثمن بيع اللتر الواحد من الزيت هذه ثمن بيع كل الزيت نقسمها على 100 لما نقسم على 100 هنا قسمت عدد طبيعي على 100 نحسب رقمين وأضع الفاصلة 1-2 700.75 700.75 دينار جزائري للليتر الواحد أبحث للتصدير يعلب التمر في علب وزن الواحدة 2.455 كيلوغراء وزن العلبة الواحد تشحن كل 100 علبة في صناديق من البلاستيك وكل عشرة صناديق تحمل في حاويات حديدية ما هو وزن التمر الذي تم شحنه في كل حاوية حديدية 10 صناديق في حاوية طيب وزن العلبة الواحدة 2 فاصل تشحن كل 100 علبة معنى هذه في 100 2.455 في 100 نضرب في 100 أزيح الفاصل إلى جهة اليمين برقمين 1-2 معنى 245.5 كل 100 علبة كل 100 علبة في صناديق من البلاستيك في صندوق واحد طيب معنى 245.5 تحمل كذلك نضربها في 10 عشرة صناديق 245.5 في 10 أزيح الفاصل إلى جهة اليمين معنى تولي لي 204.55 وزن التمر الذي سيشحن في كل حاوية هو 204.55 كيلوغرام نقص وزن علبة التمر فصار وزن شحن الحاوية الحديدية الواحدة هو 20366 كيلوغرام ما هو وزن العلب الواحدة من التمر المحمولة في هذه الحاوية الآن العكس نقسم 200 و300 وستوى وستوى وستون تقسم 100 وزن الفاصل إلى جهة الياسر برقمها معنى 200 وستة وثلاثون فاصل ستة وبعد 200 وستة وثلاثون فاصل نقسمها على 100 وزن الفاصل إلى جهة اليمين برقمين معنى 2 فاصل ثلاثمائة وستوى وستون العلب الواحدة 200 فاصل أو 2 فاصل ثلاثمائة وستوى وستون كيلوغرام عكسية طريقة للدره الأولى تنعكس في الطريقة الثانية بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلي الله ومبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة